السلام عليكم اليوم سأخبركم الحل و المشكل عدم تزاوج طائر الكوكتيل و لماذا لا يتزاوج و لماذا لا يبيت و لماذا لا يخرج لي طائر الكوكتيل هو طائر صعيب باش تميز بين الدكر و الأنتق هو هذا أول مشكل و المشكل الثاني هو تألف القبول بين الأنتق و الدكر الدكر و الأنتق تكونوا ما تولفوش و قليل فيك تكون هذه القضية يعني الدكر و الأنتق لأن في معظم الأحيان يتألف أي ذكر مع الأنتق يعني أي ذكر ممكن يتألف مع الأنتق ما عليك هو أن تتأكد بأن الدكر ذكر و أن الأنتق أنتق لكي تتم عملية التزاوج يجب على الدكر و الأنتق أن يكونوا بالغين في السن يعني الدكر و الأنتق يكونوا من فوق 8 شهر حتى 10 شهر يعني الدكر يجب أن يكون عندهم عام النتواء و الدكر يجب أن يكونوا في السن ما عليك أن تفعل عندما تكون هذه الشروط في الدكر و الأنتق هو وضع الدكر في قفص و تركه لمدة خمسة أيام كتحط الدكر في القفز و النتواء في القفز لمدة خمسة أيام من بعد مرور هذه المدة كتقوم بإدخال الدكر على الأنتق و ليس الأنتق على الدكر يعني كتشد الدكر و اللي كتشدو كتديروه في القفز كتدخله على النتواء ما كتشدش النتواء كتدخله على الدكر أقل معايا مزيان وتبع معايا الفيديو باش تفهم باش ملقاش تطحف المشكل ديال الكوكتيل أو الكالوبسات علاش ما كيبيضوش لي و ما كيخرجوش لي و ما يجيب عليك فعله أيضا هو تقديم القمح المنقوع فهو مفيد في النمو ديالفراخ و كيحفزهم على التزاوج من اللي كتدخل تذكر على الأنتق واحد المدة و ليس هناك إنتاج أو تفراخ دابا خاصك تدخل انتايا يعني انتا دابا تدور ديالك مليك تحط النتواء مع الدكر و ما تيكونش الانتاج كيجي الدور ديالك اللي غادي تقوم به غادي تشد الأنتق غادي تحييذها من القفز وتخلي الدكر بوحديته لمدة أسبوع ثم كتعود ترجعه و ثاني بك الساعة بزمنه غادي ان شاء الله غادي يتوالف مع الأنتق و من اللي يتزاوجوا و بعضياتهم يعني يتزاوج مع الأنتق و يبيضونك خاصك توفر لهم بعض الفيتامينات الطبيعية يعني الخضروات و البيض المسلوق عضم الحبار أو السيب بيا ديكساء كتحطهم لهم في القفز ديما يعني ديما خاصة تكون عندهم السيب بيا أو عضم الحبار يعني في القفز ديما على القوق تضعوا في القفز على القوق و لديك غرفة دي الطيور شو شي بلا صلي ما يوصل لها ديك البزاق ديالهم و كتحطم حاجة أخرى هو اطعام الطيور يوميا في الصباح لبيض المسلوق و النظافة و بالأخص لنوصيكم عليه هو النظافة ديال الماء يجب تقوم بالتغيير دياله يوميا باش تحافظ على الطيور ديالك من الإسهال و حاجة أخرى عدم الإزعاج أو الدخول بشكل مفاجئ يعني تدخل على غفلة تتحل عليهم على غفلة وشي تكون مبيضة ما تتحلش عليهم على غفلة يعني يحلبوا على الطريقة ولا تدير صوت ليعرفوك بأنك ركجي تدخل تشوفهم ولا تطلع عليهم باش ما تخلعهم باش ميموتوش لك ولا الفراخ ولا الدكار أو الأنتا كيبقوا ماذاك الخوف ديالهم كيخوي واذاك العش ديالهم وملكت الدوز تمنيا خاصة تنظف لهم العش يعني الدوز تمنيا خاصة تنظف لهم العش ديالهم تحيد لهم ديك النجارة اللي كينا تم وتعود لهم نجارة أخرى حيط النظافة ضرورية ومهيم ما الخوت النظافة ضرورية لطائر الكالوبسات حيط حساس وكي يمرد بالزربة إلى ماء تاني يتيش به واحد القضية وغدلي نقولها لكم هو نصيحة نصيحة للخوت اللي بغن يربيوا الكالوبسات أو الكوكتيل خاصوا يعرفها مزيان ومن الأحسن ومن الأحسن لكن صاحبها قاعد درالي اللي كيبغي يبدأوا الكالوبسات أو طائر الكوكتيل هو ديما شري الطائر يكون صغير يعني يكبر عندك أنت شري صغير يتربع عندك يولي فعلك عينتايا باش من اللي كيتزاوج كيتزاوج في خاطره وكيرتاح وكيعرف راسو بأنه رانته هو كل شيء يعني أنت هو اللي كتقدم له لماكلة أنت هو كل شيء حيط فاش كتشري جوج أنت هو وذكر كبار في مثلا كبار ولا فيتين عاطين عند واحد السيد ولا واحد مور في الطيور خديتين من عنده وهم كبار وموجودين وأكون على أكيد بأنهم ما غادين شي يبيضوا عندك باش هو مخصومة يعرفوا البلاسة ومعني كيكونوا بزيف دي العراقيل طائر الكوكتيل من الأحسن جيبو يكون صغير حيط فاش كتبتدلوا البلاسة ديالو خصوا واحد لمودة بشي واللفع وتانية ديك البلاسة وكين واحد لقادي أخرى من المكي يشري مثلا هو عنده عنده قفز كيمشي يشري مثلا من طيور معنش واحد مثلا عنده سجنة يعني عنده غرفة ديال الطيور يعني الطائر فاش كيكون في السجنة وكتجيبو كتدخلو القفز لا صعيب على انه باش يبيض لك في واحد لوقيتها الشي علش كي نقول لكم مت تاخدو الفراخ خدوهم صغر وخد تاخدو مثلا من من السلاكة عادي وتحطوه في القفز غيجو واحد المودة غيكون ولاف هو على القفز باش يبيض لك رمي يمكنش انت شريتي طائر كبير مثلا من من قفز وديتي حطيتي في السجنة ما غاديش يبيض لك كين اللي كيدرب حتى العام ونص عاديك يبيض وهذا الشي اللي تنقول لكم انا رأى تجريبة يعني لما الشي عليك تنجو تنقول لكم انا تنقول لكم هذا الشي اللي كنشوفه بعيني ياه واللي كيوقع عندي في الغرفة دي الطيور ديالي كالوبسات إلا بغيتي يصدق عندك خودهم يكونوا أوليدات رأى فرق من كتشد مثلا انا رأى ابنادم إلا مثلا كنت يتسدع له في بيت وديتي مثلا حول شي شي بلاسة أخرى خصوا واحد الوقت باش كيولف عاديك الساعة كيعرف رأسه شنو كيدير مهم الخوطة ديها نصيحة بغيت نوجهها الناس المبتدئة اللي يالله بغيت تبدا في تربية ديال طائر الكوكتيل قلت نقول لكم هاد النصيحة دي باش تعرفوها باش ما تقشع رأسك كي ضركت قلت قول علاش انا ياه شريتهم ودباهم هذا بس تشور وما بيضوش لي هي هالمشكيد كيما قلت لكم تأكد بأن الذكر ذكر وأن الأنت أجيبهم يكونوا صغار من الأحسن وحطهم وربيهم علي يديك ونصيحة أخرى علمهم الصوت يعني تكون مراقبهم شخص واحد مش يكون واحد كي يطلع عليهم مرة حيث لك أنه قوت الناس كي يطلعوا عليه مثلا الدار ولا دي تكونوا الناس كثيرا تبقى يشوفهم ما غادش يبيض ليك هو يكون يعني واحد شخص واحد واللي مقابلهم واللي يمهتم بهم باش كي يعرفوه وكي بقوا يجيو لعندو وما كين حتى شي مشكله ما تيخافوش وتيوكلوا الوليدات في خاطرهم وتيعيشوا لك الوليدات مهم الخوت واحد القادية أو تانية أخرى غادي نضيفها لكم ويعني بنا المخصو اللي يدير بعض القادية هو أن طائر الكوكتيل هو واحد طائر جميل ورائع يعني ما كتعيش تجربة ديالو حتى كتكون ما كتعاشروا وكتعرفوا وشنو كيبغي وشنو ما كيبغيش واللي كي اللي بغيتنا نوصل لكم هو بأن الأكل را كيلعبوا حد دور كبير وأنا طيور ديالي وكن أعطيهم هذك الشي طبيعي أه تبارك الله ما شاء الله ما عمر يعطيشهم يعني شي دواه ولا شي محفز جامي واش كان أعطيهم هذك التخرباق كامل ما كان أعطيش ليوم يعني كي اللي كيتعامل بذك الشي وكله كيفهش مهم أنا كن نظر معاكم يعني على شي واحد على قدر الإمكانيات ديالو ما يقدرش يبقى يمشي يشري دوا وشري هذي وشري هذي وشري هذي طائر كوكتيل أرعفش كيفش تتعامل معه رغضي تعرف يعني شنو كيبغي وشنو ما كيبغيش واذك الشيخص يكون يعني متنظم يكون نايدام فالغيذاء ديالو كل مرة أعطيهم حاجة ما تقش يعني ذك الشي تعطيني يوم يوميا بحل البيض مسلوق ماشي مشكلة الخوت حي تكي يقول لك لا مخشوش يكون يوميا من تجربة ديالي أنا كنعطيني اليوم يوميا قليلا ما عطيش ليوم مثلا وست سيمانة شي يومين ولا نهار ما كنعطينش ليوم وتبارك الله ما شاء الله كين تشف بكل أرياحية وعادي الأمور ما كين حتى شي مشكلة وبالنسبة للفيديو السابق اللي كتقدرت لكم عندي كنت ولي كنت مشات لي وخلت لي لوليدات وخلت لي لوليدات لوليدات ديالها باخر وعلى خير ورأى اذكر اللي كان مراو معها هذه النسوة اللي مشات لي رأى اليوم إن شاء الله تبارك الله حلت الغرفة ديال الطيور ديالي و كمنا نلقا انها بذكر أبيض أخرج لي مع واحد نسوة دياللاتينو وهو واحد الزويجة وهذا الشي هذا من فضل الله وما تنسوش الخوت الشي لك في القناة ودعمونا بش أي حاجة ديال كانت غادي نصور لكم ونوريا لكم وأي تساؤل لطاع الكالوبسات من خلال تجربة ديالي غادي إن شاء الله نفيدكم وتحياتي لكم كاملين وشكرا الناس اللي كيشاركوا في القناة يعني كيشوفوا الفيديو وكيشاركوا معنا وتحياتي لكم وشكرا لكم اشتركوا في القناة